مجاز أهم الأنباء أهلا بكم أحصت مصادر طبية استشهاد 66 فلسطيني في قصف جوي ومدفعي على مناطق متعددة في قطاع غزة منذ فجر اليوم الأربعاء منهم 35 في شمالي القطاع من جهة ثانية فاد مراسل يمن شباب أن الاحتلال قصف تجمعا للنازحين في محيط مستشفى اليمن السعيد بمخيم جباليا شمالي القطاع في وقت أعلنت فيه محكمة العدل الدولية عن تلقيها طلبا تقدمت به بلوذيا للمشاركة في القضية التي رفعتها جنوب أفريقيا والمتعلقة بمحاسبة إسرائيل على جريمة الإبادة الجماعية في غزة انطلقت في القاهرة شماعات ضمت وفدين من حركتي حماس وفتح الفلسطينيتين برئاسة خليل الحية عضو المكتب السياسي لحماس ومحمود العالول نائب رئيس حركة فتح وقال القياد في حماس طاهر النونو في بيان متداول إن اجتماعات القاهرة تهدف لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وتوحيد الجهود والصف الوطني بينما قالت مصادر إعلامية إن الجانبين اتفقا على إنشاء لجنة الإسناد المجتمعي وسيناط بها إدارة المعابر وملفات الصحة والإغاثة والإيواء والتنمية الاجتماعية والتعليم في قطاع غزة اعتدى قياديان في ميليش الحوث الإرهابية على وكيل نيابة في محافظة الحديدة وحاولت اختطافه على خلفية قيامه بعملية تفتيش للسجون واتخاذه إجراءات ضدهما مصادر محلية قالت القياديين في الميليشيا وينتحلان صفة نائب مدير شرطة باجل ونائب مدير شرطة السخنة اعترض طريق وكيل نيابة باجل القاضي صلاح الوادع واعتديا عليه وحاول اختطافه قبل تدخل الأهالي الذين أحبطوا العملية اختطفت ميليش الحوث الإرهابية أكاديميا بصنعاء بعد أيام من عودته من مصر بذريعة احتفاله بالعيد السنوي لثورته السادس والعشرين سبتمبر والرابع عشر من أكتوبر وقالت مصادر محلية إن الميليش اختطفت الأكاديمي جلال العلوي الحاصل حديثا على درجة الدكتوراه واقتدته إلى مكان مجهول وذلك ضمن حملات القمع والتنكيل التي يمارسها الحوثيون ضد ناشطين وصحفيين على خلفية كتابات رأيا والاحتفالات بثورة سبتمبر المجيدة اعتقلت قوات أمنية مراسل قناة الجمهورية صحفي محمد عبد الوهاب اليزيدي بأمر مباشر من عضو مجلس القيادة الرئاسي فرج البحسن وفق مصادر صحفية وقالت المصادر إن حديثة الاعتقال التي وقعت أمس الثلاثاء تعود إلى امتعاض البحسن من تقادات سابقة وجهها الصحفي اليزيدي خلال فترة توليه منصب محافظ حضرموت مضيفة أن مراسل قناة الجمهورية التي يملكها عضو مجلس القيادة طارق صالح قد تعرض للمضايقات والمطاردة من قبل أجهزة الأمن في حضرموت في فترات سابقة ختام المجاز إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر